بسم الله الرحمن الرحيم والله بركة الله نبدأ محاضرة جديدة مع محاضرات الـ Data Mining واللي هي محاضرة رقم 13 في هذه المحاضرة في هذه المحاضرة رح نتحرف على نوعين من انواع الـ Classifier واللي يعتبر كلاسفارات جدا مهمة واللي دائما يستخدم في أبليكيشينات حقيقية واللي تعتبر من انواع الموديلات المؤثرة والمستخدمة في تطبيقات حديثة وفعالة واللي هن نايف بايزي كلاسفاير والأس بي أمي كلاسفاير طعم هناك هاي الصورة توضح انه في الـ Machine Learning اكو اكثر من اكو اكثر من نوع من انواع للكلاسفارات او اكو اكثر نوع انواع مختلفة من الخوارزميات بالتالي ان الشخص اللي يريد يستخدم واحدة من هاي الخوارزميات في تعليم موديل ما رح يكون عنده اكثر من خيار فعملية اختيار خوارزمية ما دون الأخرى تحددها كثير من المحددات منها طبيعة الـ Application اللي رح ينفذ طبيعة البيانات وطبيعة الامكانيات بس غالبا الباحثين قدروا يصنفون كل نوع من هاي الخوارزميات لمهمة ما يعني لكل قضية او لكل تطبيق او لكل مشكلة اكو خوارزمية تكون هاي مكتمر بروفشنال اكثر اكثر فاعدة اكثر تأثير دون الأخرى يعني معنات احنا نقدر نستخدم لكل هن لأي نوع من انواع المشكلة بس اكو واحدة بهن تكون مؤثرة وتطي نتائج ايجابية ونتائج مفيدة دون الأخرى اول خوارزمية رح ناخدها اللي هي نايف بايز كلاسيفاير النايف بايز is a classification algorithm يعني هي خوارزمية تعتمد في عملها على التصنيف وحنا عرفتها شنو التصنيف وهي decision tree يعني خوارزمية ننطيها مجموعة من البيانات يعني او الموديل ننطي انه غدي مجموعة من الانبوت وهذا الموديل يبدي يدرب نفسه وينطي ويصنف هذا الانبوت وينطينا القرار النهائي is a classification algorithm based on the concept of بايز تيروم يعني هي خوارزمية تعتمد في عملها على مبدأ البايز تيروم بايز تيروم هو كل عملها والنظرية هي كلها تعتمد على بايز تيروم بايز تيروم هي نظرية احتمالية احتمالية والتي تعتمد عليها خوارزمية الخوارزمية النايب بايز كلا algorithm اذا تكلمنا قبل شوي انه نبدأ نستخدم كل الخوارزميات او اغلب الخوارزميات لأي مشكلة بس بعض الخوارزميات تكون اكثر فعالة ونطي نتائج اكثر حقيقية وتكون true مع بعض التطبيقات دون الأخرى بعد النايب بايز بصورة رئيسية ودائما نستخدمها مع text classification task تستخدمها عادة في تحليل كلام يعني نفعل مثلا انطري من نص متكون من ثلاث اسطر او منكون من السطر بغض النظر عبارة ما ويبدئ يحلل هذه العبارة ويحدد كما طبيعتها هي عبارة الاغرسيا هل هي عبارة تحفيزية تحت تحفز العنف أو عبارة محبطة أو هل هي عبارة إيجابية إذن أحد أهم تطبيقات النايف بايز هي مهمة أو وضيه بالتكس كلاسيفكيشن ما نقصد بالتكس كلاسيفكيشن هي عملية تحليل وتصنيف الكنام يعني مثلاً أبلوكيشن ما يجمع عبارات من كثير من الأشخاص ويبدأ يحلل كل شخص شنو كان قاصة من تلك العبارة طبعاً يضطي سمري لهذه العبارة يعني يضطي ملخص مثلاً يقول هل هاي العبارة إيجابية هل هاي العبارة سلبية هل هاي العبارة تحفز على العنف هل هذه العبارة محايدة متنطيرة إما وهكذا فهيش أمور وهيش مهام دائماً يفضل أو دائماً النايف بايز تنطين نتائج حقيقية أكثر من بقية الخوارزمية بالتالي أحد أهم تطبيقات النايف بايز هو التكس كلاسيفيكيشن تاسك ذكرت أنه النايف بايز قانونها هو الفرافيلة تيم أو هي تعتمد على مبدأ الاحتمالية فبصورة رئيسية هو هذا قانونها يعني احتمالية السي بشرط وجود الأكس تساوي أن احتمالية الأكس بشرط وجود السي مضروفة في احتمالية السي تقسيم على احتمالية الأكس فهذا قانون احتمالية عام يعني مو يستخدم فقط في النايف بايز هو بايز من الثيرم فهي نظرية تستخدم في الثيرم من التطبيقات والنايف بايز استفادت من هذه الاحتمالية هل تعمل كما يعمل الثيرم؟ شكرا تعمل خوارزمية النايف بايز؟ بداي بابا we have a training dataset whether a target variable play suggests possibility of playing now we need to classify whether player will play or not based on weather condition يقول لي أنه فيه وحن أضطيكم مثال هذا المثال يحدد هل أنه اللاعب يخرج للعب أم لا في ظل ظروف جوية معينة نشوف السؤال أو نشوف المثال عندي أنا هاي البيانات وهذه حالة الطقص واللي هي وعندي هنا أنا الاقتراحات مثلا سني مرة ينطهنه أوبركاس مرة ينطيها يس ومرة ينطيها نو عندي الصني هنا نو وفي مكان آخر الصني يس نانا يس وعندي الرني هنا يس ومكان آخر نو بالتالي الموضوع مختلف عندي ثلاثة كلاسات أو ثلاثة تروبيوت لدي هنا صني أوبركاس ترني ومرة اللاعب يجي بيرمشن إنه أطلع للعب ومرة لا فأول خطوة شن أسوي أحول هذا الجدول إلى Frequency Table أول خطوة أحول هاي الداتا ست اللي عندي إلى Frequency Table Frequency Table عبارة عن نقدر نتصور أنه هو جدول مضغوط نخلي بي الكلاسات الأتروبيوت اللي عندي ونخلي أمامهن أنواع لكلاسات اللي أنا عندي هنا فقط No أو Yes No أو Yes وما نعني به البايناري يعني فقط نوعين تخرفون إحنا شنو نقصد البايناري أما Zero و One أو Yes أو No أو True أو False ونثبت أمامها مثل Overcast هنا لما أحصائية لحظت أنه Overcast ما عندها No فالNo يكون صفر والأو Yes يكون Four حسبناهن لقيناهن بأربع الرني أيضا ثلاثة حسبناهن الرني هنا ثلاثة No عندي هنا I1 I2 I3 هنا ثلاثة وأمامها Yes 2 وصلني كذلك 2 وثلاثة وهكذا لنستخرج لتوتر ثانية خطوة بعد ما حولتها هذا أول خطوة هنا هاي أول خطوة نحول هذا الجذول إلى Frequency Table ثانية خطوة نحسب Proper Pelloti نحسب الإحتمالية إذن هذه ثانية خطوة هاي ثانية خطوة لاحظون أنه هذا الجزء أو هذا الشطر من هذا الجزء هو مشابه لهذا يعني هذا Table الـ Out هذا هو يعني الـ Progress الصار في Step 2 شو نسوي نحسب لـ Profibility مالة الـ Overcast من أحسب لـ Profibility مالة الـ Overcast أخذ مجموعة الـ No والـ Yes تبع الـ Overcast وأقسم على المجموعة الكلي لـ Yes والـ No يعني أنا عدي هنا مجموعة الـ Yes والـ No هنا قلنا صفر فصفر زاد أربعة أكيد أربعة تقسيم تقسيم هنا نعدي 9 زاد الخمسة اللي هو Total الـ Yes والـ No مجموح 14 وأقسم على 14 وأستخدم Output كذلك مع الـ Runny 3 زاد 2 خمسة تقسيم Total كل مالة الـ Class اللي هنا Yes والـ No 14 وأقسم هن هاي خلصت الـ Pro الاحتمالية تبع كل Attribute يعني احتمالية الـ Overcast هي 0.29 احتمالية الرني هي 0.36 و الصيني هي أيضا 0.36 لسا نجي احتمال ناخذ احتمالية الـ Yes يعني P للـ Yes هذه هنا احتمالية الـ Yes ناخذ مجموعة لكل مال تقسيم بجموعة الـ Yes و النوم بجموعة الـ Yes على 14 احتمالية احتمالية تقسيم ١ وكذلك احتمالية النوم نفس الصورة مجموح 5 والعدد بكل 14 فهي أقوى 5 على 14 هسه now use naive bias occasion to calculate the posterior probability for each class the class with the height posterior probability is the outcome of production يعني نبدأ نحسب أو نطبق قانون الاحتمالية الخاص بال naive bias ونحسب احتمالية المشكلة المطروحة أمامي والclass اللي يكون عنده high number high posterior probability يعني أكثر احتمالية هو رح يكون outcome أو هو رح يكون الناتج معتي المشكلة عندي هنا player will play يعني السؤال هذا المشكلة player will play if whether it's sunny هل اللاعب رح يلعب إذا كان الجو مشمس فحتى نسوي يعني حتى نحل هالموضوع نطبق أو نكتب نكتب قانون الاحتمالية واللي هو P اللي يس عم بحل افتحار وجود اللي يس يعني اللي يس اللي هو يس مع الصني مساولين احتمالية الصني إذا كانت يس وضربة في احتمالية اليس تقسيم احتمالية الصني طبعا انتبه هنا يس مع الصني تختلف عن الصني مع اليس فاحسب P صني للي يس احنا حسبناها من قبل لا لعفو ما حسبناها ثلاثة على تسعة نعم هنا نشوف انه الصني كم مرة انطتني يس وارجع لهذا الجدول اشوف الصني كم مرة انطتني يس هاي ثلاثة بالتالي احتمالية الصني مع اليس هو ثلاثة على تسعة احتمالية الصني اذا كانت يس هو ثلاثة على تسعة يعني مجموع الكل يعني مجموع اليس او عدد اليس تقسيم المجموع الكلي لليس انها يس وهنا ايضا يس بس هنا اليس خاصة بالصني وهنا اليس هو المجموع الكلي لكل الاتروبيوت العندي تسوي الpoint 33 احتمالية الصني احنا استخرجناها من قبل واللي هي 5 على 14 واللي هو مجموع يعني مجموع الكلاسات الصنية واللي كانت يس زائد النوم تقسيم المجموع الكلي لليس والنوم يعني هنا نمكن 2 ب3 صنية بالعام 2 زائد 3 تساوي 5 تقسيم 14 احتمالية اليس هو المجموع الكلي لليس تقسيم المجموع الكلي للكلاسات اللي هنا يس أو نوم يعني هنا يس y and y زائد n يعني يس أو زائد نوم اشترك 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 وزائد هايش المطبيع يعني هنا ال14 شوية زائد النوم وهنا 9 هو فقط لليس واذا احنا وجدناها قبل بالإستاذ السابقة والله 9 على 14 ويكون الناتج 0.64 نبدأ هسا نطبق هذا القانون ونضرب sunny اذا كانت yes واللي هي 0.33 ونضرب 0.33 مضروبة في probability لليس وليه 0.64 تقسيم على احتمالية البيل الصني وليه 0.36 اهنا نضرب ونقسم أو نقسم ونضرب ونجد Output نلاحظ انه Output ينطينا احتمالية انه اخرج للعب اذا كان الجو مشمس ولقم الاحتمالية ونسبة الاحتمالية هي Point 6 بالتالي نهاية نسبة عالية لانه P No يعني قدتوا هنا 1 ناقص 6 سيضطيني يضطيني No اذا كانت Sunny ستساوي 1 ناقص ناقص الاحتمالية العكسية والتي لدينا هنا Point 6 فالOutput سيكون Point 4 فصارت احتمالية انه اذا كانت Sunny هي Point 4 واحتمالية الاس اذا كانت Sunny هي Point 6 و احنا ذكرنا انه ناخذ الرقم الاعلى بالتالي انه اخرج للعب وهنا اختاره انه اخرج للعب اذا كان الجو مشمس بعضكم يلاحظ انه قانون سهل بسهولة يقدر يدرب الموديل على ايجاد production اذا ننتقل الى معرفة ما هي ميزات او Advantage الخاصة بالنايف بايس بايس اذا خليكم في بالكم الى معرفة من احيانا ما نستخدم الكلمة كاملتها اذا ما هو ما هو اول اول خيار انه هي سريعة سريعة و سهلة الفهم مجرد قانون اطبقه واحسب وابساعد التطبيق مباشر يكون عندي ما ياخد وقت ولا بيع فترك والاوبشن الاخر لا يحتاج انا ما احتاج انه ادرب موديل قبل ما ابدى اختبره واطبقه على تيست وايضا هالموضوع مفيد لانه ما ياخد من عندي ما ياخد من عندي جهد ولا ما ياخد من عندي وقت لانه خوارض مئة النايب فايز يعني قاملتها ما يحتاج انه ادرب الموديل عليها الابشن الثالث كان بيوز فور بط ملتيكلاس عن بايناري كلاسفكيشن بروبلم يعني انا في المثال السابق كان مثالي هو بايناري كلاسفكيشن بروبلم ليش كانت يس او نو فقط اثنين عندي كلاسات بينما ايضا اكو ملتيكلاس يعني اكو بروبلم بها ملتيكلاس واقدر استخدم النايب بايز في معالجة تلك المشاكل يعني انا عندي اوبشنات اثنين او عندي حرية في الاستخدام النايب بايز مع الملتيكلاس ومع البايناري كلاس المشاكل الديسادفاينتج خوارزمية النايب بايز تدزينت تدزينت توركوال ودده هاي نامبر او فيتر يعني او ما تكون عندي فيترز مثلا عني سا في المثال السابق كان عندي ثلاث هاي يعني ثلاثة نامبر من الهيت من الفيتر واللي هنا راني اوبركاست والصنيب اذا كان العدد اكبر راح اجد صعوبة في التنفيذ او في التنفيذ خوارزمية النايب بايز او راح اجد نتائج غلط راح تنطيني بعض النتائج تكون غلط هالموضوع شن سببه سببه انه خوارزمية النايب بايز تعتقد انه كل فيتر ذات اسمشن ذات ايش فيتر هو مستقل عن الاخر is dependent وهذا الموضوع هاي الفراضية انه كل فيتر هو مستقل عن الاخر بعض الاحيان ينطيني error يعني ننفروض مثلا هي ما في المثال السابق اللي اخذناه هي لما قالت انه صني اخرج للعب بس مثلا صني بعدها راح يكون او يكون اوبركاست وصني نفس الوقت بالتاني انا اجد اخذ احتمالية انه الاسببط وصني مرتبطات الاوثبت راح يتغير في هذا الارتباط وهذا الشيء ما فربطه خوارز مثل نايف بايز افتر بط انه صني معزولة عن الأوبركاست بالتاني ما رح تقدر تعالج هذا التداكل الموجود وهذا الشيء رح يولد لي يعني إرار طبعا وهذا الارتباط رح يكبر كل ما كان العدد أكبر يعني كل ما كان العدد الفيشر يكون كبير وإذا لا مرات يعني عدد الفيشرات يكون أيضا قليل وأيضا تقتني خوارز مثل نايف بايز النتائج غلط بسبب أنه اعتمادية هذا الفيشر على الآخر وأيضا بسبب أنه تعامل كل الفيشر المستقبل عن الآخر يميلوز أمبارتد انفورنيشن ويبسيكريتايز إذا كنتونيووس فريابل أيضا أنه خوارز مثل نايف بايز أحيانا لما نسود السيكريتايز نحن ذكرا يعني ما قدين قابل إنه شنو نقصد بالسيكريتايز إنه مثلا في سوق الأوراق المالية البيانات تكون كنتينووس متغير بشكل مستمر فحتى استنم هاي البيانات لازم أسولها تقطيع أو استقطاع في مكان ما وأجمع هاي البيانات هذا الاستقطاع أحيانا أيضا يؤثر على إداء عمل النايف بايز ليش؟ لأنه يتفترض هذي يعني هو في الحقيقة هاي الداتا هي معتمدة وحدة عن الأخرى والنايف بايز هي تعتبرهم منفصلات بالتالي هالاستقطاع رح يفقد لي مجموعة من الimportant information ويفقد لي البرودكشن الصحيح يعني ما رح تقدر تحدد بالبرودكشن الصحيح هاي أهم Advantage والDisadvantage الخاصة للنايف بايز خوارزمية سهلة وواضحة ننتقل إلى الخوارزمية الأخرى اللي رح ناخدها اليوم إن شاء الله وليه Support Victor Machine ونربزلها SVMS What is an SVM? Support Victor Machine are set of supervised learning methods used for classification, regression and outlier detection يعني Support Victor Machine هي خوارزمية تعتمد في عملها على مبدأ Supervised يعني ذكرناها أيضا نعرف سابقا أو المعلومة العطفة من قبل إنه Supervised Learning Method يتطلب تدخل الإنسان في تدريب موديلاتهم والSVM هي خوارزمية من نوع Supervised واللي تحتاج تدخل الإنسان في عملية تدريب الموديل لسه إنه أيضا خوارزمية الSVM ممكن نستخدمها مع الClassification Problem مع الRegression Problem ومع الOutlier Detection الOutlier Detection إحنا عرفناها سابقا إنه بجموعة من البيانات تكون يعني نجمعهم ونبدأ نحدد الOutlier أو البيانات اللي تكون شاذة وبيانات تكون غريبة عن المجموعة ونطرحها خارجا ونخلي فقط البيانات اللي تكون متشابهة Classification هو أيضا واضح إنه تصنيف البيانات لخيارين مثلا Yes أو No أو أتظر كلاس اللي موجود عندي والRegression إنه أنا أجمع بيانات وأحدد إشنه هو القراءة اللي حتكون في المستقبل يعني أتنبأ بالسلوك اللي حيكون في المستقبل نتجة هذا نتجة قراءة البيانات أو المعلومات أو الإحصائيات اللي سويناهم أيضا نستخدم خوارزمية SVM في تحديد الخلايا اللي تكون مصابة بالكنسر بالاعتماد على مجموع أو رقم يعني جيد من الصور نجمع صور اللي تلك الأنسجة أو القطع المصابة ونبدأ نحللها ونحدد هل إنه هذه القطع المصابة هي مسببة لهذا المرض أو لا أو هل هي مصابة بهذا المرض أو لا بصورة مختصرة إنه الاس بي أم كيف تعمل أساس عملها يحتمد على رسم لائن سمب لائن ما بين الكلاسات يعني عندي كلاسين عندي هنا مثلا كلاس وعندي هنا أنا كلاس خانكول هيته اللون آخر الاس بي أم تعتمد على رسم لائن يفصل هذا الكلاس عن هذا الكلاس ذلك يعني معاّ أي تلك الأفرق على مصابة إلى الرسمية يعني البيانات اللي هنا موجودة فيه مختلفة عن البيانات الموجودة هناك في الكاتجوري الآخر واللي يفصل ما بياناتهم هذا اللاين واللي نسميه بالباوندري مثل ما تشوفون هنا هذا نسميه بالباوندري طبعا عادة نقدر نرسم لاين مباشرة بهالصورة في حال انه كانت البيانات لينيار ونسميها لينيار SVM يعني البيانات مو متغيرة ما بيها مو معقدة بيانات سهلة الفصل بواسط هذا اللاين ونسميها لينيار SVM احيانا لا البيانات تكون معقدة لتيجت انه يعني بيانات كونتونيواز او بيانات تكون يعني مو لينيار مو خطية تكون غير خطية بالتالي انا افصلها بالهايبر بلاين فاوندري والهايبر باوندري كل هالصورة يعني مو فقط لينيار اقدر استخدم لون لينيار هالان عندي نوعين لينيار اس بي ام اقدر استخدمها في فصل البيانات الخطية وانان لينيار اس بي ام ولي استخدم بي الهايبر باوندري لفصل البيانات كيف نقدر لو ننفض انا عندي هاي اللينيار او هاي البيانات واريد اعرف شنون ارسم لاين يفصل او فاوندري لاين يفصل ما بين هاي الكلاسات او هاي الكاتجوري في اول خطوة احتاج انه احدد طعا هو الاوت بتحكم بها السورة بس اول خطوة احتاج انه احدد الاوت لايار احدد الاوت لايار Data الاوت لايار عندي هنا لحي تكون هي ها BETHAWAR الخارجية اللي تكون هي هاي الدوارة بالنسبة لها الكلاس تكون ابعد شيء وبالنسبة لها الكلاس انه تكون هذه الدata او اتوم في البداية احتاج انه احدد الاوت لير Data او pad au outside Data او هنا احددناهم بعدين أرسم لائن طيب هاللائن يتميز أو يجب أن يكون على مسافة أبعد ما يكون من هاي البيانات واللي هاي المسافة يجب أن تكون مساوية لهذه المسافة يعني هنا أنا منا لهنان لازم يكون مساوية المسافة اللي هي منا لهنان فالموضوع نقدر نحجده إنه نحسب المسافة منا لهنان ونقسمها على ثنيا بالتالي نقدر نجد أو نعرف إنه تجد هاي المسافة واشتو أن نرسم هذا اللاين بعض الحالات إنه تكون خطأ مثلا أرسم اللاين لبها الصورة خطأ ليش لأنه المسافة اللي هي إهنانة هي أقل من الأكسسوري أكترى من المسافة اللي إهنانة بالتالي المسافة وإهنانة بالتالي هالموضوع غلط فما أقدر أستخدم هذا اللاين أو هذا اللي دروي يكون غلط لنطني نتائج مصحيحة عندي أيضا اللاين بها الصورة هذي هم وصحيح وعندي هذا اللاين هذا اللاين يكون صحيح ليش؟ لأنه حددنا حددنا الأوت لير واللي هي مننا هنا وهنانا هاي الأوت لير داتا وأيضا هاي الأوت لير داتا بالتالي اللاين المطروف عندي يكون بهذه الصورة يعني هنانا صح هاي الأوت لير داتا 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 تعالج الملتكلاس بروبلم بس بوجود تريك أو بوجود خدعة في الموضوع أو وجود خطوة إضافية لمعارجة هذا الأمر ننفرض أني عندي كلاس أو بروبلم بيها ثلاث أنواع من الكلاسات هنانا وهنانا معنا هنا ونقومنا ثلاثة We can use sftm for multi-class problem but we can use a trick for sftm to solving multi-class problems طبعا Support Victor machine عنها إعادة لسلايد قبل ما نتعرف Support Victor machine قلناه إحنا ما تتعامل مع الملتي كلاس بس ايضا عندي اوبشنات اخرى للمنطي كلاس اللي هو decision tree والكينير سنايبور decision tree صارت كينيرس algorithm بتقدر تعالج المنطي كلاس بس الاس بي ام ما تقدر تعالجها الا مع وجود trick فاشتو نحل هالموضوع في البداية انه تتعامل مع 2 كلاسين يعني 2 اثنين اثنين الى ان تتعالج كل الكلاسات العندي ففي البداية حتى التعامل مع cat versus parrot يعني cat versus parrot اللي هو هنانا والcat versus mouse عندي هنايا الماوس وهنا الكات وهنا الparrot versus mouses يعني راح اللاحظ انه هناك cat مع parrot هناك cat مع mouse وهناه parrot مع mouse بالتالي هي غططي الثلاث كلاسات بس بثلاث خطوات يعني كل مرة تعالج اثنين اثنين هالموضوع يعني هالاسلوب قدرنا نعالج بها الرستركشن مثل svm واللي هو كان يجبرنا ان نتعامل مع فقط 2 كلاس type of svm انا ذكرت there are two different type of svm each use for different things اليسا راح نتعرف على الكرنل ال svm بهم يعني اكثر من نوع وكل نوع يستخدم for different things لأشياءات مختلفة النوع الاول اللي هو symbol svm واللي عادة يستخدم for linear regression نستخدم مع ال non linear يعني الكيرنل نستخدمها مع ال non linear بينما symbol نستخدمها مع ال linear استخدام الكيرنل svm مع ال non linear يمكنني انه يعني معالجة العدد الكبير والمتزاخن من الفيترز الموجودة يعني الكيرنل عادة قدرت تعالج للتعقيد الحاصل مع ال non linear data ومع ال high number من الفيتر بطريق سهلة عملية ترسم ال hyperplane foundry اذا خوارزمية ال svm تعرف على advantage واللي هنا fast algorithm خوارزمية سريعة effective in a high dimensional space لما تكون البيانات متوزعة على مسافة عرضية كبيرة راح تأثر لي وتنطيني نتائج جيدة اكثر من لما تكون البيانات متقاربة مع بعضها ايضا هي grid accuracy تنطيني نتائج دائما تنطيني نتائج جيدة ولا بأس بها ودقيقة كيرنل svm كيرنل svm استخدامها يعزز دي النتائج وعزز دي اداء الموديل work very well with the clear margin of separation انه تعمل لما يكون عنده المرجن اللي هو هذا اللي هو المرجن مساكن ما بين هذا الكلاس وهذا الفاوندري وهذا الكلاس وهذا الفاوندري نسميه بالمرجن لما يكون المرجن واضح وسهل في الايجاد يعني ممكن معقد او بالتالي رح يكون احيانا يكون مصحيح فلما يكون واضح رح ينطي نتائج جيدة وايضا تستخدم ال svm مع كثير من التطبيقات رح نقفن في نحاية هذه المحاضرة عندي disadvantage doesn't perform well with the large data set انه لا تعمل مع ال data set اللي تكون كبيرة not so simple to program يعني مو سهلة في عملية البرمجة لانا اكو بعض التعقيدات في عملية البرمجة اكو بعض التعقيدات في عملية البرمجة doesn't perform so well when the data come with more noise يعني لما تكون ال data بيها noise رح نجل صعوبة او رح تنطي نتائج قد يكون بيها بعض الاخطاء ال svm application واللي هو تقرير الستادي الاخير عادة ال svm تستخدم مع ال hand written recognition انا ما اخذ فقط نستخدم ال svm بس مثل ما تكلمنا في اول المحاضرة انه بعض الخوارزميات تكون جدا فعالة في مهام دون الاخرى في نايف بايزا كلاسفائر احنا استخدمناها او استخدمناها بصورة رئيسية مع text processing task بينما في ال svm مجالات عملها دائما هو ال hand written recognition يعني خوارزميات او برامج تمييز الخط ال hand written recognition نصد به انه بعض التطبيقات اللي تعتمد على مبدأ انه تقرأ كتابة مكتوبة بخط اليد وهاي التطبيقات تحلل تلك الكتابة وتحول من اياها الى كتابة مفهومة يعني الها قابلية على قراءة الكتابات المكتوبة بخط اليد وتتعرفون انه الكتابة المكتوبة بخط اليد تكون مختلفة بين شخص وشخص style الكتابة يكون مختلف بالتالي هاي البرامج تكون ذكية على مستوى تكون قادرة على فهم طريقة كتابة كل شخص وتحلل ليها مثلا انا اريد اكتب اثان اريد اكتب Svm بهذه الطريقة أو أكتبها بطريقة أخرى مثل هيتشي S V M يعني نوعا ما مختلفة فتطبيقات الهاند روتين ريب وقنشن تكون قابلة على قراءة هذا الحرف وتميزة أنه هو حرف S وهذا حرف V وتميزة أنه هذا حرف M وأيضا مع هذا اللاين أيضا مثلا بعض الأشخاص كتبوني الأي بهذه الصورة وبعضهم بهذه الصورة فهي التطبيقات تكون قادرة على تحليل هذا النون أو هذا الرسم أو هذا الباترن الموجود ويتحول لي أو ترجمني إلى أي كاركتر الأي يعني هاي أهم قابلية لطبيقات الهاند روتين ريب وقنشن برامج تحديد له أوجه يعني عن تصورة أو فيديو وهذا الموديل يحدد لي الوجه والأوبشن الآخر هو الإيميل يعني بعضكم قد يلاحظ أنه في الجيميل هناك تبيبات مختلفة للإيميلات مثل بعضهم الترويجي بعضهم السبام بعضهم التجاريات وهذه الأمور فهذا التصنيف أنه كل إيميل مثل الرسائل الترويجية تروح على البروميشن بعضهم نروح على السبام هذا التوجيه لهذا الرسائل أساس عملها هو الإيميل classification models وهذه الموديلات أو هاي البرامج يعني تحاول أنه تحدد تقرأ الرسالة وتستقطع بعدين يعني هيتش أساس عملها أنه تقرأ الرسالة وبعدين تستقطع هو ما تقرأ تستقطع sender المرسل وتستقطع content الرسالة وتدرس سلوك هذا المرسل هل هو دائما يدز رسائل ترويجية فإذا كان دائما يدز رسائل ترويجية بالتالي عملية رسال هذه الرسالة للمستفيد أو المستلم راح تنزل الرسالة في البروميشن كلاس بينما مثلا إذا كانت تجارية أو إذا كانت يعني ما تظهر الرسالة أيضا بنفس الأسلوب هذا الموديل أو هذا الابلوكيشن راح يقرأ أو يحدد طبيعة هذا الرسالة وإدزها في الكاتجوري الخاص بها في إيميل المستلم هذا ما نسميه بالإيميل أو كلاسيفيكيشن فعالة هالأمور أو هالتطبيقات نستخدم معه التطبيق الآخر اللي هو جين كلاسيفيكيشن إنه جين كلاسيفيكيشن مثل ما ذكرت إنه أحيانا للأس بي أم نقدر نستخدمها في تحديد الخلايا المصابة وتمييزها عن الخلايا لغير المصابة وأيضا نقدر نحدد هل إنه هذه الخلايا كانت سبب في الإصابة أم لا بواسطة أبليكيشنات أو برامج تستقل مجموعة من الصور وتبدأ بتحديد تلك الصور وتحدد طبيعة ذلك الدزيز هنا خفصة محاضرتنا إن شاء الله استفادئتوا منها ترجمة نانسي قنقر